السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي الجبعة ان شاءنا نكون في احسن حال النهاردة اننا طبق سلطة فزيع وجميل ورهيب كل حاجة حلوة فيه عندنا طبق سلطة انا عندي ده سبانخ وجرجير ماكس بين السبانخ وبين الجرجير هادي الجرجير وهادي السبانخ بس انا قولت احطهم على بعض وعندي فراولة وعندي فراولة تاني للتقديم وعندي عيش محمص وعندي لاش دام قطعه وحطيت عليه شوية زيت وحطيته تحمص في الفرن وعندي جبنة براميلي حراءة اللي هي بالفلفل وعندي في الطبق ده زد معلقة زيت زتون على معلقة خانبالسانيك على معلقة دبس رومان على سنة فلفل ورشة فلفل ورشة ماء تمام؟ وعندنا بصنية حمرة والبصنية الحمرة دي احنا مش هنحصها كده احنا هناخدها في معلقة زيت زتون نشوحها على النار بتدي طعم الشوي وفي نفس الوقت تطلع ريحة البصل اللي حضراتكو عارفينه طبق السلطة ده جد فوزيع جدا 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 طبعا انا دفتله حاجات دفتله العيش المحمص ودفتله البصل ودفتله الجبنة مش قادر اقولكو على جماله يعني الجد حلو جدا جدا للي بيحاب بالاكل الصحي يعني ما حدش يقول ايه العك ده او ايه الطعم ده لا لا هتاكلوه هتجربوه وهتعرفو ازاي هو في منتهى الجمال اعزين بقى تجربوه اعزين تحطوا سبانيخ بس يحطوا اعزين تحطوا جرجير بس يحطوا براحتكو تمام انا بقطع الخضار بتاعي كبير مش صغير زمان اتوا حضراتكو شايفين كده مش عادفين فاين كده تمام مثلا ممكن اخط شوية فراولة شوية فراولة كده على الوش تمام ايه لا طعم نعم بإنقاء بحيش بطع بحيش لنطقت بطع بحيش بطع شايفين بقى طبق السلطة بتاعنا اللي في منتهى الجمال ده شايفين الجبنة البصل الأحمر بتاعنا الجميل الفراولة العيش المقرمش تخيلوا بقى حاجة حرقة مع حاجة حدقة مع حاجة مسكرة هيدوكوا طعم ايه بجد طعمه خرافة 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 مش هتعرفوه يا جماعة غير لما تجربوا الطعم اللي انا بقولكو عليه ده البصل والكلام الجميل ده وانا هنا السوس ده حطيته فعشان طبعا انا مش عايزة السلطة تتبلوه بقى شكلها مش حل وقت الاكل هيتحطي ده على ده كله هيتقلب وهيتاكل عايز اقولكم في منتهى الجمال وانا بهديه لكم لكل الناس اللي بتحبني ولمدم دينا حبيبة قلبي عشان انا عارفة ان هي بتحب السلطة قوي بتاعتي وان شاء الله اشوفكم بخير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته